الأول طبعاً ما فيش شك في هذا نعم يعني إن مجنع ليس إنه كم سنة وأولاد وإيه؟ حكين يا فندي طيب ما عليش منكوت في الطريق بقى فضل يا فندي شوف يا سيدي احنا اعتدنا في أي جريمة غمضة سرقة بإكراها قتل أو الأخرو أن احنا ما نتعجلش بهي إيه وإلا تبقى خلاصي بقى ما فيش مباحث بقى لا ولكن بتوضع احتمالات كريمة زي دي خلينا اتنين يفصلوها أيوة الطب الشرعي الأول كويس وبعدين مسرح الحادث نفسه كويس وخبال حضرتك هو النهاردة انتحار جنائي أنا مقدرش أقول لا انتحار ولا شبها جنائية كلمة انتحار اللي توضحها مش المباحث ولا مسرح الجريمة اللي توضحها الطب الشرعي ازاي فانت ازاي يعني عايز اقول لحضرتك الحاجة يعني مثلا الانتحار بيبقى الطلقة قريبة أو اللي بينتحر ده عاوز ينتحد عاوز يموت على طول مش ياخد وقت لا كويس فبيبقى يا كده زي ما شفنا في الأفلام يا كده يا كده خلص خلصت والمصورة بتبقى كده لأنه بيبقى وإيده بتتجمد على الزناد لأنه ممكن أو لما يموت ده كلام طب الشرعي بقى أنا ضربت نفسي كده ممكن الإيد تتيبس لو حتى وقع بيبقى المسدس وفييد لكن غير كده لا بيبقى مش انتحار الطب الشرعي هو اللي يقول لا ثانية واحدة غير كده ازاي المسدس في الشbt ويبقى مش انتحار ويعтак اتنطر مثلا اتنطر انتطلق الطلقة نفسها اه فين في الراس على بعد مترين في الراس في الراس كده على طول في الراس تبقى شبهة انتحار اكتر من طلقة تبقى شبهة اكتر من طلقة في الراس لا هو النهاردة لما يضرب طلقة مانا باسأل هو هيضرب التانية والتالثة ازاي مانا باسأل يا فنتم تفضل الكلام إنه أكتر من طلقة بالنسبة للأب بالنسبة للأسرة وكل واحد اتنين أكتر من طلقة في الرأس ما تبقاش انتحار في الرأس قولاً وحيداً ومحدش عائل أبداً نقولك الكالي لأن الطلقة بتجهز خلاص أنه انتهى مش هيستنى إضرب التانية والتالتة لو مستدس أوتوماتيك ممكن يبقى ثلاث طلقات هيبقى الثلاثة مع بعض في جرح نفس واحد في جرح الثلاثة خلاص هي الضغطة طلعت كلهم وراء بعض ثلاثة أربعة خمسة في نفس المكان هتبقى الفتحة نفسها وحدة مش أكتر من فتحة لو أكتر من فتحة إحنا بنحلل دلوقتي يبقى بيغير يبقى بيغير يبقى بيغير لو أحد بقى بقى بيضرب كده لا ما جاتش أجرب كده ده مش انتحار ده بقى هو ده هو ده اللي إحنا عايزين نقوله إنه لو أكتر من طلقة في أكتر مكان في الرأس أو في أي مكان ما يبقاش انتحار ما يبقاش انتحار طبعاً لو في مكان واحد طلعه أكتر يبقى انتحار يبقى المسدس أوتوماتيك وده برضو اللي هيقوله لي إيه طب الشرع لا ونوعية السلاح نوعية السلاح مسدس بريتا مسدس بريتا أوتوماتيك وفي مكان واحد وخمس طلقات وربعض الصبع مات على الزناد تبقى انتحار بس أنا مش هي دي اللي تهمني إيه لي يا فانتب أنا يهمني إيه يا أستاذ أي فانتب الحادث ده دعونا منه إنه انتحار أو جنائي لو انتحار هيبقى إيه هيبقى هو اللي قتل أولاده هيبقى قاعد ينشن على كل واحد يعني وقفهم كده وطاخ طاخ 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 لا هقول لحضرتك المكان الأماكن بالضبط هنا عشان حاجة لا أماكن كمان الأسرة عشان حاجة تتخيل المكان البيت أيوة في الصالة الست أمراته قاعدة على الكنبة على الكنبة بتاعتها ومعها الأيباد معها الأيباد صح ده رقم واحد صح دي الزوجة اتنين من الولاد في قط النوم حد على الأرض وحد على السرير تمام واحد تالت من الولاد في المطبخ هاي الأب على سريره جميل ومخد على وشه ومخد على وشه أي لما يجي هنا بقى هو المسرح هو بقى هيجي هو الفاعل أيوة اللي هيقتل زي ما بيقال أو زي ما قيل هيروح يقتل أولاده هو مسد الصمت يعني ضرب مراته على الكنبة اللي في المطبخ ما سمعش ما جريش الهلع بتاعه اللي التاني اللي اللي في القوضة اللي على الأرض واللي على اللي مش عادة على السير ولا إيه إزاي هيلاحق ده كله وفي مكان واحد إزاي كلهم ضربات في الرأس كلها إزاي طبعتهم في الرأس هيبقى الولد جيري لما ضرب الأم الزوجة في الأول الولد جيري هيجي في ظهره هتجي في رجله وده في كدفه وده هنا يا جماعة برضو لكن دي استحالة إن يكون هو قتلهم ثم انتحر أنا دي قولا وحيدا كراجل بحس جناء اشتغلت أضايا زي كده وكخبرة أمنية استحالة ومن خلال مسرح الجريمة بالضبط كده ومن خلال مسرح الجريمة واللي حضرتك بتقوله واللي واضح لغاية دلوقتي إنه كده أن الإصابات هي كده لأن دي مش محتاجة معلومات ولا تأوين ده خلاص واحد واحد تسوي اثنين دي استحالة أستاذ أحمد نتصورها بالعقل كده هو ضرب وانتحر طيب يعني ضرب إزاي كده كده في المطبخ وعلى الأرض والتاني هل يقوله تعالي ولا اديني وشك وروح ضرب طلق استحالة وإنه ما فيش مقاومة وما فيش مقاومة يعني ومش واحد بقى كمان إذن الحادث هنا جنائي حادث جنائي تحليل حضرتك للمسرح كده ده حسب ده كده تحليل جنائي جنائي الحادث جنائي مش انتحار طيب ثانية واحدة إنه الفيلا الباب بتاع الجنينة مقفول البيت شبابيكو متأفل وحكته متأفلة تحصل يعني برضو احنا بنتخيل نتخيل عشان لنستبق التحقيقات يحصل إزاي دي بقى نقول لحضرتك ايه فانت إذا احنا انتهينا انتحار ولا جنائي لغينا انتحار يبقى بيجي جنائي الجنائي هنا يا أستاذ أحمد بتوضع عدة